اشتركوا في القناة ما احترمتوش فيه الاقدمية ما احترمتوش فيه القيمة المهنية والظروف الاجتماعية ما احترمتوش فيه كذلك اهم الشرط اللي هو انك تخلي ولاد البلاد وانتم عدرتوا العكس خليتوا الاجاني بخدامين وجريتوا على ولاد البلاد حنا ما عندناش هنا ماشي كنديروا التمييز العنصري بالعكس هدوك خوتنا وحبابنا ولكن مني كتكون شي ازمة كنصبقوا ولاد البلاد وهم اللي ولين يخدموا حتى الانت جريت علي انا غلا مشي لبلاد اخرى هذي قبلوا انهم يخدموني في هدو الازمة ويجريوا على ولاد بلادهم طبعا لا هاد الشي كدرب عرض الحائط قانون كامل ديال المغرب اللي ما تطبقشو هاد شركة استغلت النفوذ ديالها والسلطة ديالها وتعلت علينا شكو اللي غادي ياخد لنا حقنا في مساءلة هناك نطلب من سيد العامل اللي اعطى القرار انه يتبع هاد الناس وانه ياخد لنا حقنا لان هاد الناس راستغلوا القرار دياله والصالحهم وانا هنا بغيت وانه يسمع صوتي وكنقول لي هالسيد العامل عملت الفيطاء من السلطان هاد الناس راستغلوا القرار اللي انت عطيتهم لصالح ديالهم ودروا به ما بغاوا خصك تتابعهم خصك تتابعهم لانهم ضربوا القانون ديال تطبق طرد الاقتصاد العرض الحائط بغيت كسيدي تتابعهم وتكون مساءلة وكان عاتبوك في هاد اللحظة لانه هادا في ريها هادا ميجي هميجي اخرى هنجلنا واحد المنكة اللي هو كيعبر عن الحالة ديالنا ربما موصلش لهم صوتنا ربما كيقولوا هادو رغا ديعيه ولكن هنجلنا ما كانعيوش كيف ما هاد المنكة هو مشنوق هادا دليل على انه وطحنا مخنوقين ومشنوقين بليك خيدي ديالنا مسؤولية ديال عائلتنا كلي عنده وليدات كلي عنده والدي كبار هازهم هنجلنا هادا وحنا جلنا هادا كتعبير على ذاك شي اللي كنحسو به وحنا ما غديش نتخلوا على هاد القضية كنطلب من جلالات الملك الله ينصروا ويحفظوا لنا انه يدخل ويلقى لنا حل انه هاد الناس تغاوى علينا وما بغوا يدروا معنا حتى حل السلام عليكم معكم موظيفي وموظيفة طيارة الخطط الملكية المغربية في وقفة للأسبوع الثالثة على التوالي دائما وابدا للمطلب الواحد والأوحد اللي وفاة حباب الحوار للأسف لحد الساعة مازال ما مازال ما ما تحقق لنا هذا المطلب هذا مازال ما خرج حدنا حتى شي واحد مازال ما تكلم معنا حتى شي واحد صراحة احنا كنشوفوا هالتجاهل هذا ما هذه يدبينها إلا الاستفزاز واد الاستفزاز غادي ادي بشي حاجة اللي اللي زماما غاديش تعجبنا كاملين غادي ادي أنا كنقول أنا غادي ادي إلى ما لا تحمدوا عقبة لأن أولا انت ما ما تحملتش مسئولية الأزمة أنا كنتكلم على الإدارة والناس اللي كي تاخدوا القرارات ما تحملتش مسئولية الأزمة تانيا ما تحملتش مسئولية ديل أنك خرقش القانون وطردت هاد الناس هادو تعسفين بالحجة ديل واحد الترد لأسباب اقتصادية ولحد الآن ما زل ما بغيتوش تحملوا مسئولية الآن صراحة هناك صوات تنادي بمسيرة بمدينة ريباط ان شاء الله احنا كنت سنو هاد اليومين اللي بقوا في الأسبوع هذا من الآخر الأسبوع ان شاء الله إلى ما كان حتى شي رد من طرف الإدارة ان شاء الله غادي نترس هاد القادية ويمكن القوموا بيع انا كنقول لك ان الحالة ديان احنا حاليا هي الحالة ديان السيد هذا رأو كنت الموظيف صراحة احنا حاليا نشوف رأسنا مش نوقعين وشكرا احنا كيف ما كنت شوف هذي السمان الثالثة احنا كان اعطاء اسم هنا اعتصام مفتوحة كان باتوا هنا هاد الناس ما بغوش القول اللي نحل ما فهمتش علاجهم بحالك الناس غارقها كريديات عند التزامات عند عائلات كتصرف علامية ممكنش حنايا تعرضوا لدي شون سكتولي لما كانوا المطرف هاد الناس غدي نشاء الله في ميسي الرباط غدي نمش القصر دي لصاحب الجلالة ولي غدي يشوف من حالنا حي الصاحب الجلالة وصف خيطة دياله على المحافظة على المناصر للشغل يمكنش هاد الشركة تاخد سمية مليار ومتدير باها ولو سمية مليار تعطيت من الملعة والملعة من نينجا من الضرائب من الناس اللي كتخلصوا يعني هاد الناس همتي خاصة من قولين حل يمكن سمية مليار تاخدها وتخلىها عندك شغل تدير باها حنا يا دابة ثلاثين ديال الناس اللي متشبتين بالعامل دياله وبغير رجعوا للعامل دياله يمكنش انا متعرض لها ديالسي ونسكوت عليه وهذا شيكام لك الحمل المسؤولية النقابة النقابة اللي دور ديال لخص الدفع على الشغل اللي هي كتدفع على الفاترونة ما فهمتش هاد الناقابة في المغرب عندنا كيديرا يمكنش الممثل النقابة يقول لك بعد الحرف يقول لك شركة خاصة تجري عليكم ما فهمتش انا فلس ما يدافع عليها ويصنكر هاد الشي لك لا هو مع الشركة يقول لك لا الشركة خاصة تجري علي ابن ادم عطيناهم حلول عطيناهم حلول كثيرة حلول التوافق يمكن تردأ اي جانب هاد الناس مكتسنطوش وش ممتل النقابة دور دياله ولا العكس ولا كيدفع على النقابة ولا ولا كيدفع على الشركة ولا ولا كيدفع على المشغلين ما فهمتش انا يا صارح وكنت منها من هاد شي وصل للرعي العام ويكونوا حتى عاطف ويشوف من هاد الناس هاد الناس رغارقين كريديات ويمشون للحمس اشتابعونا في قناة اليوتوب جنا وفعلوا خاصية الجرس بشي وصلكم كل جديدة فيروشام الفيديو وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاشتماعي